بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سهام الوعلم معاهد وبرامج تربية الفكرية لمرحلة المتوسطة سوف نتعرف سويا على درس من مادة مهارات حياتية وأسرية بالصف الأول متوسط أولا حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للتعلم عن بعد سوف نتفق عليها ونطبقها سويا كما تعودنا قوانين التعلم عن بعد هي أولا أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية إذن ماذا أفعل طلابي وطالباتي؟ أحسنتم أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك ماذا نفعل؟ نقوم بتجهيز جهاز الحاسوب أو جهاز الجوال استعدادا للدرس إذن أولا أبحث عن مكان هادئ وبعد ذلك أذهب لتجهيز جهاز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس أيضا من قوانين التعلم عن بعد أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز إذن أطلب المساعدة من والدتي أو أحد أخوتي عند حاجتي لتشغيل الجهاز وبعد ذلك أحرص على أن يكون ماذا؟ الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق إذن نحرص على أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق من قوانين التعلم عن بعد طلابي وطالبات التي يجب أن نلتزم بها ماذا نفعل؟ أن نجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس ولا أنسى أن أجلس ماذا؟ حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية حتى أستفيد من هذا الدرس من قوانين التعلم عن بعد أيضا يجب علينا طلابي وطالباتي أن نستمع جيدا لكلام من؟ أحسنتم لكلام معلمي ومعلمتي حينما يتحدثون حتى أستفيد من هذا الدرس وبعد الانتهاء من الدرس كما تعودنا مع المعلمة ماذا نفعل؟ نقوم أحسنتم بترتيب أدواتنا المدرسية وإعادتها إلى الحقيبة الخاصة بي أو إلى المكان المخصص لها موضوع درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي سوف نكمل درسنا السابق وهو مهارات الحوار والتي سوف نتعرف على مهارات الحوار وما هي أركان الحوار أولا لدي بعض الأهداف التي سوف نحققها بإذن الله مع الطلاب والطالبات من خلال درسنا لهذا اليوم الهدف العام لهذا الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على أداب الحوار الأهداف الخاصة لهذا الدرس هي أولا أن يذكر الطالب والطالبة مفهوم الحوار بشكل صحيح بعد ذلك يعدد الطالب والطالبة أركان الحوار بشكل صحيح ومن ثم يميز الطالب والطالبة بين الحوار الصحيح والحوار الخاطئ بشكل صحيح وبعد ذلك يعدد الطالب والطالبة أداب الحوار بشكل صحيح ماذا أقصد بالحوار؟ إذن أفكر وأستنتج ضلابي وطالباتي ما هو الحوار؟ إذن عندما أذكر لكم كلمة الحوار ماذا أو ماذا نقصد بالحوار؟ ما هو الحوار؟ أحسنتم الحوار هو تبادل حديث بين كم؟ بين طرفين أو أكثر في موضوع معين إذن الحوار هو تبادل ماذا؟ الحديث بين شخصين أو أكثر أحسنتم حول ماذا؟ حول موضوع معين إذن عندما أتحاور أنا وصديقي بين مثلا موضوع ذهابنا إلى المدرسة أو ذهابنا إلى النادي أو إلى الحديقة فهذا يكون حوار نتبادل فيه الآراء ونتبادل فيه الأفكار إذن هذا هو الحوار لابد أن يكون الحوار بين كم شخص؟ إذن عندما أقول لكم لابد أن يكون الحوار بين كم شخص؟ إذن ما هي الإجابة؟ أحسنتم بين شخصين وأكثر كما ترون أمامكم شخص وزميله يتحدثان إذن هذا حوار شخص وزملاءه إذن هم مجموعة هم يتحدثون إذن هذا ماذا يسمى؟ حوار أحسنتم الحوار يكون بين شخصين وأكثر يشترد في الحوار أن يكون هناك ماذا؟ إذن ركن من أركان الحوار ما هو؟ عندما أرى مجموعة من الأشخاص يتحدثون فهم يتحدثون بالطبع حول ماذا؟ أحسنتم حول موضوع معين إذن الموضوع هو ركن من أركان الحوار يكون الحوار حول موضوع معين أداب الحوار التي يجب علينا أن نتصف بها طلابي وطالباتي عندما نتحدث مع صديقي أو مع مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء هو أولا ماذا أفعل؟ عدم مقاطعة المتحدثين لا أقوم بمقاطعة أصدقائي أو والدتي وأخوتي عندما يتحدثون أستمع جيدا أولا وعندما يسمح لي بالكلام أو عندما يقومون بالسكوت أصدقائي سوف أقوم بماذا؟ بالتحدث أحسنتم حسن الاستماع هو أدب من أداب الحوار لا أتحدث وشخص آخر ماذا يفعل يتحدث؟ يجب علي أن ماذا؟ أن أنصت وأستمع جيدا أيضا اختيار أحسن الألفاظ وألطفها لا أقوم بذكر ألفاظ بذيئة أو سيئة أثناء حواري مع أصدقائي أو زملائي إنما أختار ماذا؟ أحسن الألفاظ وألطفها الرفق والليم بمعنى لا أقوم بالصراخ على صديقي أو أخوتي أو على والدتي أثناء الحوار يجب أن أتحدث بماذا؟ أحسنتم برفق والليم أيضا من آداب الحوار التي يجب علينا أن نتصف بها اعتدال الصوت ماذا أقصد باعتدال الصوت عندما أتناقش أنا وزميلي على فكرة ما أو حول موضوع معين لم يعجبني رأيه هل أقوم بالصراخ ورفع الصوت؟ أحسنتم لا أتحدى باعتدال الصوت وبصوت منخفض لا أقوم برفع صوتي أبدا أيضا أتقبل الآراء عندما يقول صديقي أنا لا أفضل اللون الأحمر أو أنا لا أفضل اللون الأصفر هل أقوم بانتقاد ذوقه؟ لا أحسنتم أتقبل الآراء بماذا؟ بلطف ورفق أحسنتم عدم التعصب بمعنى أن يكون الطرف الآخر لديه فكرة لا أتعصب لفكرة لديه أو لرأيه إذن عدم التعصب هو أدب من أداب الحوار يجب أن نتصف بها جميعا الآن سوف ننتقل إلى الأنشطة التي سوف نقوم بحلها أنا وأنتم سويا أولا أضع الدائرة على الصورة التي تمثل الحوار الصحيح أنظر إلى الصورة التي أمامي في الصورة الأولى يوجد كم شخص؟ أحسنتم شخصان ماذا يفعلان في الصورة؟ أنظر جيدا إلى الصورة الأولى ماذا يفعلان؟ من خلال الحوار انتهى الحوار بماذا؟ أحسنتم بمشاجرة هل هذا التصرف صحيح أم خاطئ؟ إذن أحسنتم التصرف الأول في الصورة الأولى لا يمثل أدب من أداب الحوار فلا أقوم بالتشاجر مع زميلي في الصورة الثانية صورة تمثل ماذا صديقان؟ ماذا يفعلان؟ يتحاوران بأداب وهم ماذا؟ أنظر إلى الصديقان أو الشخصان الذين أمامي ماذا يفعلان؟ هم مبتسمين إذن سعيدين في الحوار ويتحدثون بماذا؟ برفق ولين إذن هم متصفين بأداب الحوار سوف أقوم بوضع ماذا؟ أحسنتم بوضع دائرة على الصورة الثانية التي تمثل أدب من أداب الحوار في الصورة الثالثة فتاة وفتاة ماذا يفعل؟ أنظر إلى ملامح وجه الولد ماذا يفعل؟ يقوم بالصراخ على من؟ على الفتاة أحسنتم هل يمثل أدب من أداب الحوار؟ نعم أم لا؟ أحسنتم لا يمثل أداب الحوار لا أقوم بالصراخ وإنما أتحدث باعتدال الصوت يكون الحوار بين شخص واحد فقط أم بين شخصين فأكثر؟ أين هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم بين شخصين فأكثر يوجد هنا حوار أمامي في الطرف الأول يقول أعتقد أن موعد الإختبار مناسب رد عليه زميل وقال من أنت حتى تبدئ رأيك ويقوم بالصراخ هل هو حوار خاطئ أم صحيح؟ أحسنتم هو حوار خاطئ إذن الحوار الذي أمامي هو حوار خاطئ الآن سوف نساعد صديقتنا نورة في اختيار ماذا؟ البطاقات التي تحتوي على أداب الحوار أنظر إلى البطاقة الأولى ننظر إلى البطاقة الأولى تمثل ماذا؟ ماذا يفعلان؟ أحسنتم صراخ هل هو أداب من أداب الحوار؟ لا إذن هذا ليس أداب من أداب الحوار أنظر إلى الصورة فتاة ووالدتها يتحدثان برفق ولين إذن هذا ماذا؟ أحسنتم أداب من أداب الحوار نقوم بإعطاء صديقتنا نورة ننظر إلى الفتاة والفتاة ماذا يفعلون؟ يقوم بالصراخ وماذا يفعل؟ يريد أن يقوم بالمشاجرة مع الفتاة إذن هذا ليس أداب من أداب الحوار وبعد ذلك حوار بين ولدان يتحاوران بشكل ماذا؟ بشكل صحيح أحسنتم إذن هذا هو أداب من أداب الحوار إذن تعرفنا طلابي وطالباتي على أداب الحوار التي يجب علينا جميعا أن نتصف بها فهي من خلق من؟ من خلق المسلمين شكرا لكم لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سيهام الأولى